موسيقى موسيقى الاشكالي اللي مطروحة الان فعلا مجلس منافسة كيحاول الان يدير واحد للعملية للجزر او اولا كيحاول انه يتشجيع الشركات انها تحاول انها تنقص او تلغي المصاريف دي السلع التي تتوبة عن طريق ما يسمى ابتجارة الرقمية الغرض منه اولا حماية المستلق من الغرض الرئيسي هو انه تشجيع رقمنا في الاطافة على الصعيد الوطني لماذا؟ لانه تبين بانه مجموعة دي الدول لا تفرد فواتير او رسوم اضافية على المواد المقصنة عبر الانترنت في المغرب هناك مصارف اضافية يدفعها المستهلك في اطار هذه الفوترة وهذه مسألة المكتب المنافسة ومجلس منافسة يعتبرها غير شرعية ويحاول وهذا جاء بعض الاسئلة في البرلمان انها تطالب لحكومة ان تشجر هذه الشركات على الغاء هذا المصاريف لان هذا اولا يتقل عبء المستهلك في العملية هذه وهذه مسألة غير قانونية لانه في مجموعة الدول يكون المصروف او مصاريف عفوا او تكاليف النقل دي للسلاع تكون لحساب المنتج وانت حساب مستهلك وهذه مسألة في المغرب اصبحت مهمة جدا لماذا لانه مثلا في اطار هناك في اطار مثلا كوفيد 19 كان المغاربة يقومون باقتناء مجموعة كبيرة من السلاع والخدمات عن طريق الانترنت بطريقة اجبارية نظرا لعدم الوجود ما يسمى بالحضر ولكن حاليا المجتمع تشجع واصبح يقوم هذه العملية ولكن كلفة المصاريف تحدهم هذه العملية هناك عامل اثنين اولا حماية المستهلك من هذه العملية هذه وتانين تشجيع الرقمنا على الصعيد الوطني هذا هو السبب او المطلوب في هذه العملية هذه بالطبع القرار دي المجلس المنافسة هو صائب ان تم تفعيلوه وتطبيقوه لانه في الحقيقة هذه المعاملات الالكترونية المغرب ومجموعة من الدول يسعون الان الى تفعيلها وتفعيل العمل بها وخصوصا بعد ظهور جائحة كوفيد 19 التي بيانت بانه رقمنا هي من اهم الاعمال التي يقوم بها التي ينبغي ان يتعامل بها المواطنين وهذا الرقمنا هذه تشمل ايضا المعاملات المالية وبالتالي فالمعاملات المالية الان المؤسسات التي تقوم بهذه الرقمنا هي التي تفرض على المستهلكين هذه الرسوم وهي غير قانونية في البلد المطلق فالذي ينبغي ان يتحمل رسوم وتكاليف هذه العملية هو الموريد والذي يعني يبيع السلاغ وبالتالي فهي مسألة قانونية وقد تحدث التقرير او البلاغ او البيان عن زجر هذه الممارسة باعتبار ان حينما نتحدث في القانون عن الزجر بما ان الممارسة فهي ممارسة غير قانونية وبالتالي اولا ينبغي توقيف هذه التكلفة على الفور وينبغي ان نشجع المواطنين المغاربة على الاقتناء عبر الانترنت هذه المسألة التانية ينبغي ادراج او توقع مجموعة من الاليات الزجرية لمن يقوموا بمثل هذه لمن يعكس التكلفة على المواطن المغربي وخصوصا ان عملية الاستهلاك في الاقتصاد هي مهمة جدا وبالتالي اذا تم تفعيلها عن طريق الانترنت وعن طريق الرقمانة فهي ستكون سيرتفع الاستهلاك وبالتالي سينعكس ذلك على النمو الاقتصادي اذا هذه عملية غير قانونية ينبغي زجرها والبلاغ الذي تقدم بمجموعة من الانفساء هو في محله ما هو مطلوب الان هو التفعيل الجيد لهذا البلاغ لكي تكون تنجح عملية الرقمانة وعملية التعامل على الطريقة الالكترونية اشتركوا في القناة